أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثان أنه لا يجوز أن تمنح إسرائيل ضوءا أخضر غير مشروط وإجراءا غير مقيد بالقتل جاء تصريحات أمير قطر في كلمته وذلك خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى القطري نحن نقول كفا لا يجوز أن منح إسرائيل ضوءا أخضر غير مشروطا وإجازة غير مقيدة بالقتل ولا يجوز استمرار تجاه الواقع الاحتلال والحصار والاستيطان ولا يفترض أن يسمح في عصرنا باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والقذاء أسلحة ضد شعب بأسره نحن ندعو إلى وقفة جادة إقليمية ودولية أمام هذا التصعيد الخطير الذي نشهده والذي يهدد أمن المنطقة والعالم العام والخاص وحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم تنافسية ونود أن نسأل المصطفين خلف الحرب والذين يعملون على إسكاة أي رأي مخالف ماذا بعد هذه الحرب هل ستجلب الأمن والاستقرار للإسرائيليين والفلسطينيين وأين سيذهب الفلسطينيون بعدها؟ لتنفيذ خططها ومشاريعها التنموية أولت الدولة أهمية خاصة للحفاظ على البيئة إن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار للشعبين هو ما يتم تجنبه حتى الآن وهو تحقيق السلام العادل والدائم وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة التي أغرتها الهيئات الدولية بما فيها إقامة دولتها المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية